موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وأسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في برنامج الحدث على مدى ساعة كاملة من الواحدة حتى الثانية مع مجموعة من الأخبار المحلية والعربية والعالمية ورح نتوقف اليوم أيضا مع فقرة ضيف الحدث والحديث عن استضافة كأس العالم لكريكت المفترضة أن تصل إلى السلطانة في يوم الغد مع فقرات متنوعة دائما في برنامج الحدث وفقرتنا أيضا الرئيسية مع ناوين الصحافة مع زميلنا العزيز أيمن الفجراني أيمن مساء الخير مساء الخير أبو تركي وتحية لك ولكل المشاهدين الأحبة من يتابعنا بكل تاكيد عبر برنامج الحدث وكما أيضا عودناكم بكل تاكيد في هذه الفقرة نحاول أن نسلط الضوء على مختلف العناوين سواء كان من الصحافة المحلية من الصحافة العربية وأيضا من الصحافة العالمية وبإذن الله تعالى سيكون أبو تركي الحديث في الصحافة المحلية عن تأهل عداء منتخبنا بركات الحارثي للدور الثاني من مسابقة 100 متر بجاكرتا وأيضا خارطة إعداد مراكز للناشئين وهذا بكل تأكيد شيء مشرف وأخرى أيضا من العناوين العربية والعالمية في فقرة الصحافة إن شاء الله أيمن رح نرجع لك في قادم الوقت هذه كانت أبرز أو يعني مختصر كذا لعناوين الصحافة أما عنوين الحدث اليوم التماسيح تعبر أمواج صحم بثلاثية بيضاء في مباراة ديربي الباطنة الزعيم يواجه عفارية مرباط والسويق في ضيافة النهضة وفارس العاصمة مسقط يواجه الجار نادي عوان يحاول أول وريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على جيرونا في رحلة البحث عن العلامة الكاملة دائما البداية مع الأخبار المحلية حيث انطلقت يوم أمس منافسات الجولة الثانية من دور عمان تل لكرة القدم بإقامة أربع مباريات ففي المباراة الأولى تغلب عناب الجبل على العروبة بهدف النظيف وانتصر الشباب على مجيس بهدفين دون رد فيما تعادل النصر معصور بثلاثة أهداف لكل منهم التفاصيل في سياق التقدير التالي بعد انقضاء الجولة الأولى كان لابد أن نخوض مع ثاني المشوار في دورينا بالأمس عرفت منافسات دورينا أربعة مواجهات حملت الكثير في طياتها فعلى مجمع صلال الرياضي كان الجميع ينتظر ما ستسفر عنه مواجهة النصر مع ضيفه صور فالأول كان يريد مواصلة المشوار بجمالية الجولة الأولى وأما الثاني كان يريد خطف الأهم بعد تفريطه بنقطتين يمام النهضة ولكنهما خرجا متعادلين بثلاثة أهداف لمثلهما فإن خرج صور متعادلا فإن ممثل الشرقي الآخر نادي العروبة خرج منكسرا بعد خسرت يمام العنابي نادي الرستاق بهدف نظيف وأما الشباب الذي خسر المواجهة الأولى أمام السويق عاد ليحلق بطريقة تليق بالصقور هذه المرة فانتصر بهدفين دون مقابل يثبت أنه في طريقه للتعافي من النكسة الأولى وفي ديرب الباطنة ديرب الجنون والمتعة عبرت التماسيح بنجاح أمواج صحن بعد أن فرضت هيبتها بالفوز بثلاثية بيضاء كاملة الدسم أراني غريخا بلا ضفتين أخشى البقاء وأخشى الرحيلة هكذا حال أزرق الباطنة نادي صحم بعد أن تلقى ضربة موجعة ثانية في دورينا على التوالي وهذه المرة جاءت من جاره صحار وبثلاثية بيضاء فالتماسيح كشرت عن أنيابها في ديرب الباطنة وأهدت جماهيرها الوفية التي أشعلت المدرجات بصيحات الفرح ثلاث نقاط ثمينة حيث بدأت المباراة بهجومية قوية من قبل الأخضر الصحراوي وسجل هدفا مبكرا عن طريق عبد العظيم العجمي هدف كشف ضعف المنظومة الدفاعية للأزرق وهو الأمر الذي عانى منه الفريق طيلة المباراة وحاول صحام بعدها تعديل النتيجة بعد تزديدات قوية من لاعبه إلا أن داود الكحالي وقف بالمرصاد لجميع الكرات قبل أن يرسل سعيد عبيت كرة متقنة في شباك سليمان لبريكي معلنا تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة والأربعين وفي شوط الديرب الثاني لم تكن الأمور أفضل من شوطها الأول بالنسبة لصحام فلكل تسديدة يظهر الكحالي مشمرا عن سواعده حاميا عرين القلعة الخضراء ومبعدا لجميع الكرات ففي الدقيقة التاسع والأربعين أرسل الغساني تسديدة قوية وبعدها بدقائق قليلة أرسل أخرى لأن داود أبعدها بنجاح سالم سلطان مدرب نادي صحم لم يقف مكتوف الأيدي فقام بتغيير بعض الأناصر رغبة في تقليص الفارق أخرج عاهد وزج مكانه بفيصل لبريكي وجاء يوسف الفارسي ليحلب دينا لبادر الجابري إلا أن مسلسل العقم التهديفي استمر على ما هو عليه ليعمق إمانويل جراح الأزرق بهدف ثالث برأسية جميلة في الدقيقة الثامنة والثمانين بعد أن تحصل على كرة عرضية متقنة من زميله أحمد مال الله ثلاثية التماسيح بالتاكيد حرقت قلوب عشاق الموجي الأزرق وتنذر بقادم مرير في حالة عدم الوقوف على مسلسل لانتكاسات تستكمل مساء اليوم باقي لقاءات الجولة الثانية من دور عمان تلي للموسم 2018-2019 وذلك حين يلتقي ضفار بجارة مرباط في موقعة حامية الوطيس فيما سيحل السويق ضيفا على النهضة في حين يستقبل فارس العاصمة مسقط شقيقه نادي عمان ستتحقق كل أحلامك إذا كنت تملك الشجاعة لمطارتتها فها هي فرق دورنا تطارد النقاط الثلاث سواء كانوا يلعبون في الديار أم يتنافسون خارج أراضيهم فأمسية اليوم ستشد ثلاثة مواجهات لغلق صفحات الجولة الثانية فالزعيم ضفار الذي أمتع وأبدع بالجولة الأولى ها هو يستضيف مرباط الذي خرج هو الآخر بنتيجة من الممكن أن تضيف الكثير في معنوياته تاركين المسرح على مجمع صلال الرياضي وأما شعاع الشمس نادي السويق سيرحل إلى مجمع البريم الرياضي ليحل ضيفا على نادي النهضة فأصفر الباطن يريد مواصلة مشواره بنجاح بعد أن حصد المراد بانتصاره في الجولة الأولى على الشباب وأما النهضة بعد أن اكتفى بالتعادل مع مصور فبالكاد لن يتنازل عن النقاط الثلاثة هذه المرة أما الجريحين مسقط وعمان فأمامهما فرصة تصحيح ما جرى بالجولة الأولى حينما يتقابلان على أستاذ السيب الرياضي انطلقت مساء أمس الجولة الأولى من دور الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ثلاثة مباريات حيث نجح نادي الوسط الصاعد حديثا لدور الدرجة الأولى من الفوز على نادي جعلان بهدفين لهدف وتغلب نادي السلام العائد للدور بعده بطي من دور عمان تل على سمائل بهدف دون رد وفي المباراة الثالثة خيم التعادل السلبي على مباراة فنجة أمام ضيفه نادي نسوار ودع منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية الأول منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشر وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الأندونيسي صاحب الضيافة حيث خسر المنتخب أمام صاحب الضيافة بشوطين دون رد ليغادر المنافسات من دور الثمانية وكان الفريق الثاني للمنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية قد ودع المنافسات من دور الستة عشر أمام المنتخب الصيني المصنف الثالث آسيويا بشوطين مقابل شوط واحد تأهل عداء المنتخب الوطني بركات الحارثي إلى الدور الثاني من مسابقة مائة متر في جولة التصفيات الأولى التي أقيمت اليوم على الاستاذ الرئيسي في المدينة الرياضية بجاكرتا وحقق بركات زمنه وقدر عشر ثواني فاصل واحد وعشرين محتلنا المركز الثالث في مجموعته فيما جاء ترتيبه العام على حسب قائمة المشاركين في المركز الخامس وحصل على المركز الأول العداء يونغ من الصين تايبي فيما خرج العداء الجديد في صفوف المنتخب من منافسات الجولة الأولى من التصفيات بعد أن احتل المركز السادس في ترتيب بجموعته قدم المتسابقة العماني الفيصل الزوبير عرضا رائعا ليتأهل إلى المركز الثاني عشر للدور السابع من كاس بورشة في حلبة الكورشن في بلجيكا وفي الوقت الذي سجل فيه العماني الموهوب أفضل لفه في دقيقتين وثلاثة وعشرين ثانية في مرحلة التصفيات سجل المتسابق العماني الآخر خالد لوهي بأفضل توقيت له في السباق ليتأهل للسباق الرئيسي الذي سيقام اليوم الأحد في الخانة رقم خمسة وعشرين ويطمح المتسابقين العمانيين إلى تحسين مراكزهم في السباق الرئيسي ومحاولة الاقتراب من أبطال الصدارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مواجهة كبيرة سواء في أرضية الملعوة حتى في المدرجات رأسية براسية والبادي أظلم الله 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 تلاتي الخطر بصراحة نشوف مواهب كهذه محتاجين نشوف قرارات كهذه والله على باكورد والله على هدف الجولة والله على هدف الجولة والله على هدف الأسبوع حطها حط وأقول حطها حط شوف اللعبة صورة ما أجملها وصورة ما أروعها هنا في المدرجات هنا في أرضية الملعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد تتأهب السلطنة لنيل شرف استضافة كأس العالم لكريكت حيث تستعد السلطنة لاستضافة البطولة المزمع وصولها طبعا والكأس الغالية إلى البلاد يوم غد في جولة ستكون على مستوى العالم هنا في استوديو الحدث نسعد باستضافة الفاضل يونس لبلوشي مستشار النادي العماني لكريكت يونس مساك الله بالخير يا أهلا وسهلا فيك وسعيدين بوجودك معنا في استوديو الحدث وأكيد الحدث الأبرز بالنسبة لكم في يوم الغد انتظار كأس العالم وزيارته طبعا للسلطنة نعم إن شاء الله يوم غد حدث غير حدث الثنائي بالنسبة لعالم الرياضة في السلطنة بانطلاقة جولة كأس العالم من مسقط العامرة ومن مكتب معالي الشيخ وزير الرياضة ومن ثم إلى صاحة قصر العالم العامر إن شاء الله ومن إلى المعالم الكبرى في محافظة المسقط محافظة المسقط متى الوصول بالتحديد إن شاء الله راح تكون مرد؟ صباح غد الوصول من المطار إن شاء الله نستلم الكأس إلى المكتب معالي الوزير ومن ثم إلى مسقط نعم جولة راح تكون جولة نعم على طريق البحري على متحف من انطلاقة القصر متحف الوطني نعم ومن ثم إلى مسجد سلطان قابوس الأكبر وإلى المعالم التاري الأبرز في محافظة المسقط طيب أكيد استضافة مثل هذا الحدث يعني قبل عن استضافة البطولة استضافة الكأس هذا بحد ذات أيضا يحسب للسلطنة وعامل أيضا ترويج بالنسبة لهذه البطولة وهنا نحن الكندي عمان الكريكت نسجل الشكر البالغ لوزاة الرياضة اللي دعم لهذه الرياضة واللي ازدهرت يعني يوم الحمد لله وصارت هذه الرياضة أو صارت سلطنة في من الدول أو المحافظة في المحافظة العالمية الأبرز في هذا الرياضة نعم إذن بالنسبة لكأس قلت لتبدأ الجولة من السلطنة وبعد ذلك الدول اللي هي في نفس الفئة الدول نفس الفئة ومن ثم الدول المشاركة في تصفيات كأس العالم من مسقط إلى سنغافورة إن شاء الله إلى سنغافورة لكن الانطلاق اللي بتكون من مسقط هنا البداية وبعد ذلك هيرجع ترجع لفوقت البطول الكأس نعم نعم ومن ثم من بعد الجولات تستضيف الأكاديمية الأمانية اللي لعبت الكريكت في ولاية العامرات نعم الكأس والجماهير المحبة لهذه الرياضة إن شاء الله بيكون لدينا لقاء في فعاليات كبرى لهذا الكأس في أكاديمية العامرات أكاديمية عمان لعبة الكريكت في ولاية العامرات ومن حضور مع الشيخ وزير رياضة ومحبي هذه اللعبة إن شاء الله أكيد النادي العماني للكريكت كان لكم دور كبير في مسألة استضافة هذا البطول لأول مرة بالنسبة للشرق الأوسط كيف تمت الترتيبات وشو الأشياء اللي ساهمت في استضافة هذا الحدث ساهمت لاستضافة أو لاختيار مسقط لهذا الحدث هي النتائج الباهرة اللي حققتها في هذا المجال النادي عماني الكريكت بمنتخبات وطنية اللي مشاركت في تصفيات المرحلة الثالثة وأيضا وصلت للمرحلة الثانية ومن هذا المنطلق أنه تم اختيار مسقط صحيح مسقط بدأت في هذه اللعبة في فترة قصيرة لكن إنجازاتها كانت كبيرة نعم كيف بالنسبة لنادي العماني الكريكت نتعرف على أهم المسابقات والمنافسات واستغلال أيضا وجود جاليات طبعا آسيوية يعني تفضل دائما مثل هذه الرياضة صحيح هذه الجاليات الكاريبي وشرق آسيا وغرب أوروبا هي محبة لهذه الرياضة أكثر نعم صحيح لكن اللي ما يطلج صدر أنه عندنا شبابنا مشاركين ومحبين وأيضا لهم وجود قوي في هذه اللعبة وهناك عندنا فرق من شبابنا المحليين يعني العمانيين نعم ممتاز اللي هم بارزين في هذه اللعبة والفرق المشاركة الأخرى اللي بتشارك في دوري السنوي لنادي عماني للكريكت هي مشروطة عليها وجود عناصر وطنية في الفريق في الفريق لترويج اللعبة ولكن الحمد لله ما تم تحقيقها مذهل يعني في هذه الفترة القصيرة نعم من وجود شبابنا أيضا لذكرك يعني إحنا عندنا أيضا من الجنسين الفرق الرياضية رجال ونساء يعني نعم وفئات عمرية أيضا ممتاز أي وهذا شي يعني أكيد الفئات العمرية للمستقبل يعني وإعدادهم وتحضيرهم بشكل جيد بالنسبة للمنتخب تحضيراته خاصة نحن رح نستضيف البطولة هنا أيضا كأس العالم رح تكون شهر 11 بالنسبة للفئة الثالثة الإعداد والتحضيره كيدي يعني محتاج يعني عمل كبير تحدثنا عن برنامج التحضير للبطولة والله نادر عماني وبوجود دعم كبير من وزارة الرياضة نعم عاملين بتفاني بتحقيق هذا ونكون إن شاء الله واللي يخرج الصدر أن المجلس العالمي للكريكت في زيارتنا الأخيرة لأكاديمية الكريكت في ولاية العامرات انبهروا بالإنجاز هذا نعم انبهروا والله هذا مثل ما إذن البطولة لح تكون في العامرات في العامرات نعم يعني الملاعب والأمور مهيئة من أرقى الملاعب العالمية على مستوى العالم يعني عندنا ملعبين الحمد لله في الأكاديمية على مستوى عالي من المكانيات اللي استضافة لأن استضافات مثل هذه بتكون تحت أضواء كاشفة اللي محبين الكرة في رياضة هذه في العالم نعم صحي المجلس العالمي كيف أيضا مسألة الأشياء اللي ممكن يقدمها في مسألة الاستضافة أم أن السلطن هي تتكفل بكل الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة وهي مشاركة مشتركة أيضا لدعمهم الفني بيكون موجودة طيب بالنسبة للإستعليلات الأخرى يلي تحدثنا عنها أيضا أخي يونس بالنسبة لي عدد المنتخبات اللي راح تشارك مسألة الإقامة والمسألة يعني الإعاش وهذه الأمور اللوجستية اللي دائما مهمة حي مشتركة بينه بالمجلس العالمي للكريكو والاتحاد الآسيوي لأننا نحن تحد مضلة التحاد الآسيوي يعني فيه تعاون وتنسيخ بكم تعاون جميع كبير ودعم كبير من وزارة الشؤون الرياضية هناك ست منتخبات بتكون مشاركة عندنا بتكون كينيا وغندا دانيمارك الولايات المتحدة الأمريكية سلطانة عمان وسادسي الولايات المتحدة راح تكون نعم نعم دانيمارك وولايات المتحدة ودانيمارك وغندا وغندا وكينيا وسلطانة عمان في دولة سادسي طيب يعني إذن راح تكون النظام التنافس راح يكون بالنسبة لك بجموعة أو بالنسبة لخروج المهزومة وكيف بتضبط تخلي شوية نتعرف أكثر على مسألة احتساب النقاط هذه تكون في نهائيات بتكون آخر شيء مجموعة بتكون في مجموعات ثم نكاوت آخر نعم بالنسبة لخباقي الحاسم جانب التسويق والرعاية ممكن هذا دائما تذكرت الدعم الكبير المقدم وزارة الشؤون الرياضية لكن مثل هذه اللحدات عادة يعني هناك رعاية تسويق تغطية يعني مثل هذه المنافسات الرياضية هل قمتم بتحدثنا عن هذا الجانب وهل من رعاية بالنسبة للقطاع الخاص وعرهم نحن نشكر القطاع الخاص نعم في كل المجالات أيضا كان له دور كبير في رعاية المنافسات أيضا مشاركاتنا العالمية كانت أيضا تحت رعايات من القطاع الخاص نعم ونحن نشكر الشركة الأوماني لاتصالات أومان تيل أومان تيل من أروح يعني راعي رئيسي رئيس نعم إذا ما قلنا ذهب يعني ذهب طيب بالنسبة لي اليوم يعني بكرة قلت لي الصباح الاستلام يعني تستقبلوا الكاس من المطار بعد ذلك لو زارت شؤون الرياضية وتاخذوا جولة طبعا أكيد حافلة مكشوفة وكذا نعم نعم في عربة معتمدة من اتحاد مجلس العالمي الكريكت تحت رعاية نيسان وتكون بالجولة بهذه العربة المكشوفة الفورويل نعم من انطلاقا من مكتب مع الوزير إلى قصر العالم العامر ومن ثم المراكز المهمة في السلطنة وبعد ذلك تكون الاستقبال في اتحاد أكاديمية أكاديمية العامرات نعم العامرات ومن ثم نحن لدينا فعاليات أخرى بعد غالينا أيضا في أفينيوز يكون إن شاء الله كترويج للبطول وكذا نعم كترويج كبث مباشر كتسجيل ككامل إن شاء الله أيضا نشكر الفرق الموسيقية التي تشاركنا في الاحتفالات والخيالة السلطانية والشرطة عمان السلطانية البحرية العمانية بيكون كلهم إن شاء الله داعمين لهذا الحدث يعني يمكن الكثير يربط السياحة بالرياضة يعني يمكن حتى الجولة راح تزور معالم مسقط حتى الوفودة تصور في شهر 11 راح تكون هنا أيضا برامج ومعين في مسألة زيارة بعض الأماكن السياحية يعني اللي دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه المناسبة صحيح صحيح وإحنا بنشوف عديتوا برنامج أكيد وإحنا عدينا برنامج وإن شاء الله هذه الجولة جولة الكأس بكرة بيتروج عن مواقع جويلة جدا تعطي زخاب وتعطي نعم ترويج كبير نعم خاصة محافظة مسقط يعني ومن ثم في استضافتنا إن شاء الله في نوفمبر يكون ترويج للسلطنة بشكل عام على مستوى العالم يكون تحت أضواء مباشرة لكل هذه الدول اللي بتشاهد هذه البطولة راح يكون نقل أكيد والجو راح يكون مساعدة أيضا متى بالتحدث شهر 11 راح 7 نوفمبر تاريخ 7 نوفمبر حلو الأجوار راح تكون جميلة وتساعد جماهيريا تتوقع إن شاء الله راح يكون في حضور خاصة يعني دائما نتحدث عن العمانين تقلتوا يصاروا متابعين وصاروا يمارسوا هذه اللعبة أيضا الجاليات أيضا تحب تحضر مثل هذه المنافسات صحيح فهل قمت أيضا بهذا الدور في مسألة الترويج ومسألة حثة الجمهور على الحضور نعم إحنا عندنا غير التواصل الاجتماعي الإعلانات والترويج والشركات الرائية التعلن وإحنا خايفين يعني الأكاديمي لا ممكن ما تتحمل الزخم الجمهوري اللي بيكون يحضر لمشاهدت هذه المنافسات طيب الإصدافة راح تكون قتل الفئة الثالثة يعني منتخبات مثل الهند وباكستان تصورهما في الفئة الأولى ودائما ما يتنافسوا طبعا على هذه البطولة وإحنا قلنا قاب قوسين وعدنا نكون بالفئة الثانية حتى نجيه إن شاء الله قريب يعني يالله نتمنى لكم كل التوفيق الفاضل يونس البلوشي مستشار النادي العماني للكريكت واستضافة كأس العالم واستضافة البطولة إن شاء الله شهر إحداث شكرا لك ويونس نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أحسنت أشكرك واتمنى من جمهور وأهالي ولاة العامرات مشاركتهم لنا غدا إن شاء الله في أكاديميتهم إن شاء الله تعالى إذن راح نتوقف مع فاصل وبعد الفاصل نستكمل الحذر مواجهة كبيرة سواء في أرضية المنى وحتى في المدرجات رأسية براسية والبادي أظلم أكذا الله 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 تلاثي الخطر صراحة شوف خواهب كهذه محتاجين شوف قرارات كهذه والله على باكوردز والله على هدف الجولة والله على هدف الجولة والله على هدف الأسبوع حطها حط وأقول حطها حط شوف اللعبة صورة ما أجملها وصورة ما أروعها هنا في المدرجات هنا في أرضية الملعب نبدأ جولتنا العالمية من إسبانيا حيث حقق فريق برشلونة فوزا صعبا خارج الديار عندما عاد من ملعب بلد الوليد بثلاث لقاط ثمينة ويدين برشلونة إلى نجمه عثمان ديمبلي بهذا الفوز بعد أن نجح الأخير في فك تلاصم دفاعات الخصوة ديمبلي واصل التألق بعدان حسم طبعا مباراة السوبر سجل بالأمس هدف أهدا لقاط الثلاث لحامل لقب الدوري الإسباني تشتت عشاق المستديرة ليلة الأمس في متابعة مباريات فرقهم المفضلة حيث شهدت جولة بطولات الدوري العالمية زخما كبيرا بالنسبة لعدد المباريات وأهميتها وهنا نأخذكم بجولة مختصرة لمتابعة أبرز مباريات الدوري الهولندي والبرتغالي واليوناني في ليلة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية حيث شهد ملعب يوهان كرويف فوزا كبيرا لفريق آيكسا مستردام الهولندي على نظيره إيمين الصعد حديثا للأضواء ولم ينتظر آيكس طويلا فسدد مواجم المغربي حكيم زياتش قضيفة من حفة المنطقة وضعف كلاسيان هونتلر تفوق آيكس في الدقيقة الثامنة والثلاثين إثر تمريرة من المغربي زياتش ولم يتوقف الهولندي هونتلر عند ذلك بل سجل هدفه الثاني وأحرز دوسان تاديتش رابع هدف آيكس وأضاف غرينبيل بطريق الخطى في شباك فريقه لهدف الخامس لكن هذا الانتصال لم يمنح آيكس صدارة الدوري والتي تشبث بها نظيرها آياند هوفن الذي بدوره حقق نصرا خارج الديار على زيفولي وكانت بداية الإقالة أصحاب الأرض لأن الحارس يورونزويت كان بالمرصاد وأثمرت ضغوط آياند هوفن عن هدف الصغب عن ضاء لوك دي يونغ ونجح زيفولي في إدراك التعادل بتسديدة قوية من فيتو فان كروي لكن آياند هوفن رفض تسليم الصدارة لآيكس ففي الوقت بدل الضيع سجل لوك دي يونغ هدف الفوز الثمين وإلى الدوري البرتغالي حيث نجى فريق بينفيكا من خسارة محققة ليكتفي بنقطة التعادل أمام ضيف سبورتينج لاشبونا الذي افتتح التسجيل من نقطة الجزاء عن طريق قائد إخوان ناني لكن البديل جواو أنقض صاحب الأرض بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل ولم يستغل بورتو تعثر غريمه فسقط على أرضه أمام فيتوريو جيماريتش وذلك رغم المبادرة كانت له بهدف رائع سجله نجم الفريق الجزائري ياسين إبراهيمي وضعف أندري بيريرات فوق بورتولي يضع صاحب الأرض في مركز قوي للفوز باللقاء لكن الضيف لم يستسلم فسجل أندري من ضربة جزائن أول أهداف جيماريتش وأدرك جيماريتش تعادل بتسديدة من توزي إثر تمريرة من فلوران هانين وجاءت الضربة القاضية بهدف الفوز لجيماريتش بهدف دافيتسون ونختم جولتنا مع الدور اليوناني فقد استضاف باوك سالوينكي فريق استيراس تيريبولي وانتهى اللقاء لصالح باوك بهدف سجله إليكساندر بيتروفيتش من نقطة الجزاء في أولمباريات الدور اليوناني لهذا الموسم تربع ليفربول على صدارة الدور الإنجليزي بتسع نقاط من ثلاث مباريات ففي الأمس حقق فوزا ثمين على برايتون بهدف نجمه المصري محمد صلاح هذا الفوز يراه يورجون كلوب هام من في المحافظة على ثقافة الفوز وهذا ما أكده في المؤتمر الصحفي لعبنا في الشوط الأول بالطريقة التي يجب أن نلعبها لعبنا بتأني في اللحظات الصحيحة وتناقلنا الكرة وحافظنا على تشكيلتنا وهيئنا الفرص ثم سجلنا هدفا وكان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف لم نلعب بصورة مماثلة في الشوط الثاني فقد تغيرت طريقة لعبنا ولم نلعب بشكل جيد ولكننا حققنا ما نريده وهو الفوز في المباراة أنا فخور بالأداء الذي قدمه لاعب فريقي الخصم كان يتمتع بوجود لاعبين جيدين صعب علينا مهمة التسجيل رغم استحواذنا على الكرة وقمنا بشأن عدة هجمات خطرة ولكنني أشعر بخيبة أمل للهدف الضعيف الذي تلقته شباكنا بداية مثالية لا شكل ليفربول تسع نقاط من تسع نقاط ممكنة خاصة بعد أن تعثر مانشنشستر سيتي بالتعادل اليوم الأمس أنهى ريال مدريد تحضيراته للمواجهة المنتظرة أمام جيرونا وكله أمل في أن يحقق فوزه الثاني بعد أن تغلب على ختاف بهدفين نظيفين في الجولة الماضية مدرب ريال مدريد لوبتيكي يضع لكل مباراة أمام كل فريق يواجهه النادي الملكي نفس الوزن على اعتبار أن كل مباراة مصيرية ويصر المدرب على أن كامل تركزه على المباراة إذ لا يهمه اقتراب إغلاق سوق الانتقالات بقدر ما يركز على أداء الفريق الممتاز وبعد غياب كريستيانو رونالدو عن الفريق يبقى السؤال هو من سيحرز ما معدله خمسون هدفا للفريق في الموسم الواحد لكن لوبتيكي يرى ألا بديل لرونالدو على الفريق أن يملأ هذا الفرق كمجموعة على حد تعبيره حافظ فريق سانفيرشتي هيروشيما على صدارة الدوري الياباني بعد تغلبه على مضيفه سيروزا أوساكا في الدوري الياباني بهدف نظيف وسجل هيروشيما الهدف الوحيد بتسديد بعيدة المدى من شوئيان غاتي يذكر أن الدوري الياباني ازداد عدد متابعيه بعد رحيل عدد من نجوم الكرة إليه وفي مقدمتهم نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلون السابق أندرياس أنيستا انفرد اللاعب الأمريكي برايسون ديشامبو بصدارة بطولة نيوجيرسي للجولف بعد ختام الجولة الثالثة واحتل الإسترالي كاميرون سميت المركز الثالث بالاشتراك مع الأمريكي توني فيتيلو برصيد 11 ضربة تحت المعدل كما تقاسم الإسترالي آدم سكوت المركز الخامس مع الأمريكي بيلي هورشيل برصيد 10 ضربات تحت المعدل عوض السوليفيني ماتيج مهيريتش خسارته يوم أمس بفوزه اليوم في المرحلة الثالثة من طواف ألماني للدراجات الهوائية وقد تمكن ماتيج بفوزه هذا من الاستحواذ على صدارة الترتيب العام قبل يوم على انتهاء البطولة ومرة أخرى لم يدرج اسم حامل لقب طواف فرنسا دراج ويلز جيران توماس ضمن أول عشرة طوافين وهو بعيد عن الفوز باللقب الألماني وأنها ماتيج الطواف الممتد على مسافة 177 كم من تربيه إلى ميرزيتش في خلال 4 ساعات و12 دقيقة و28 جزءا من الثانية وجاء الألماني بوليت في المركز الثاني يليه البلجيكي بيتر فالسبورك ثالثا سجل ليويس هاملتون الوقت الأسرع في تجارب الأداء في جو ماطر لسباق جائزة بلجيكا الكبرى وسجل ليويس هاملتون الزمن الأسرع في دورته الأخيرة متفوقا على سباستيان فيتل سائق فراري معززا رقم مرسيدس القياسي بـ 78 انطلاقا من المركز الأول وحل فيتل ثانيا في خيبة أمل ثانية لفراري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحية لك ابو تركي وتحية لكل المشاهدين الأحبة ومن جديد بكل تأكيد في برنامج الحدث ومع هذا التوقيت الخاص بفقرة الصحافة سنتطرق بكل تأكيد مثل ما أسلفنا للعديد من العناوين المحلية والعربية والعالمية بداية مشاهدين في أروقة الصحافة المحلية سنتطرق للحديث عن تأهل عدام انتخبنا بركات الحارثي للدور الثاني من مسابقة 100 متر في جولة التصفيات الأولى بجاكرتا وايضا الحديث عن الشؤون الرياضية وخارطة إعداد مراكز للناشئين وهذا بكل تأكيد خبر مشرف لقاعدة الناشئين بالسلطة الحديث أيضا عن تتويج الوحدة بكأس السوبر الإماراتي بفوزه بركلات الترجيح على العين وعالميا سنعرج الحديث عن ريمونتادا نابولي جديد على حساب ميلان وحصده لثلاث نقاط غالية نقص شريط جولتنا في عالم الصحافة من أخبار تأهل عدام انتخبنا بركات الحارثي إلى الدور الثاني من مسابقة 100 متر في جولة التصفيات الأولى التي أقيمت أمس على الاستاذ الرئيسي بالمدينة الرياضية بجاكرتا ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشر صحفنا المحلية أبرزت تألق الحارثي لتخرج صحيفة الوطن بعنوان قالت فيه بركات الحارثي يتأهل إلى الدور الثاني لسباق 100 متر حيث حقق بركات رقما أو زمنا قدره عشر ثواني وواحد وعشرين جزء من الثانية محتلا المركز الثاني في مجموعته فيما جاء ترتيبه في العام على حسب قائمة المشاركين في المركز الخامس وخرج العداء الجديد في صفوف المنتخب فاتك عوض من منافسات الجولة الأولى من التصفيات بعد أن احتل المركز السارس في ترتيب مجموعته برقم وقدره عشر ثواني وخمسة وثمانين جزءا من الثانية نبقى أيضا نبقى في منافسات دورة الألعاب الآسيوية حيث ودع منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية منافسات البطولة بعد خسارته على يد المنتخب الأندونسي المستضيب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-0 صحيفة عباد وصفت الخروج بمثابة الحطام لتعنون قائلة خروج يحطم الآمال للطائرة الشاطئية قد مثل منتخبنا اللعب مازن الهاشمي ونوح الجلبوب الذين لم يكن في مستواهما في هذه المباراة لأسباب لم تعرف على الرغم من تفوقهما في المباراة السابقة ضد المنتخب الفلسطيني وصعودهما لدور الثمانية إلى روقت صحيفة الشبيبة والتي علمت من مصادر مقربة من المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بأن قائمة الأحمر ستشهد استدعاء أسماء جديدة وذلك خلال المعسكر الإعدادي الذي ينطلق في الحالي والثلاثين من أغسطس قبل يوم واحد من السفر إلى معسكره الخارجي في الأردن والذي يستمر حتى الثاني عشر من سبتمبر والذي سيخوض فيهما المنتخب لقائن وديين أمام منتخب لبنان في التاسع من سبتمبر والمنتخب الأردني أيضا في الحالي عشر من سبتمبر المقبل خرجت الصحيفة بعنوان قالت فيه أسماء جديدة على طاولة فيربك ذكر المصدر بأن القائمة ستشهد إضافة أسماء جديدة إلى قائمة المنتخب إضافة إلى عودة قائد المنتخب على الحب سحام عرين نادي الهلال السعودي الذي يعود ليرتدي إشارة قيادة الأحمر خلال البرحلة المقبلة وذلك بعد غياب لفترة طويلة تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا وقع في مجموعة صعبة بنهائيات آسيا 2019 والتي يشارك فيها للمرة الرابعة في تاريخه إذ وقع ضمن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخب اليابان بطل آسيا لأربع مرات والمنتخب الأوزباكستاني الذي سيشارك للمرة السابعة وهو صاحب المركز الرابع في بطولة 2011 أما المنتخب التركومنستاني تعد له هذه المشاركة هي الثانية إلى خبر محلي آخر حيث أكد فهد بن عبدالله الرئيسي مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية ورئيس اللجنة الرئيسية لمراكز إعداد الناشئين أكد أن الوزارة بصدد وضع خارطة جديدة لمراكز إعداد الناشئين بمحافظات السلطنة بعد التجربة الناجحة خلال السنوات الأربع الماضية التي استقطبت المئات من الناشئين في ألعاب القوى واليد والهوكي والسباح والسلة وكرة الطائرة صحيفة عمان تناولت الخبر في عنوان جاء فيه إنشاء مراكز نموذجية لإعداد الناشئين بالمحافظات وأكد الرئيسي أن التفكير ينصب الآن على اختيار ثلاث محافظات لإنشاء مراكز نموذجية وتركيز عليها لاحتضان بعض الألعاب التي أكثر أو كانت أكثر نجاح في كل محافظة من الرياضات الأخرى موضحا في حديثه أن مراكز إعداد الناشئين جزء لا يتجزأ من أكاديمية السلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية وهي النواء الحقيقية التي من خلالها نطبق الجانب العملي في مراكز إعداد الناشئين بالإضافة إلى جانب الدراسات التي نقوم بها للاتحادات الرياضية ومن جولتنا في الصحف المحلية إلى جولتنا في الصحافة العربية نبدأها من الإمارات العربية المتحدة فقد احتفظ الوحدة بلقب كاس سوبر الخليج العربي بعد تفوقه على العين حامل لقبي الدوري وكاس رئيس الدولة بركلات الترجيح وبنتيجة أربع ثلاثة بعد التعادل في الوقت الأصلي ثلاثة ثلاثة وذلك في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة صحيفة الاتحاد تابعت فعلونت بقولها العنابي السوبر على حساب الزعيم حيث توج الوحدة بكاس السوبر الإماراتي بفوزه بركلات الترجيح على العين بعد مباراة مثيرة شهدت عودة تاريخية للأخير من التأخر 03 إلى التعادل 33 وحسم الوحدة اللقب بركلات الترجيح دون الاحتكام إلى وقت إضافي ليتوج باللقب الرابع في تاريخه في حين فشل العين في تحقيق كاس السوبر لأول مرة من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية فقد تناولت الصعف هناك وصول المهاجم الفرنسي بامفينت بابتيم بجوميز المنضم حديثا لصفوف نادي الهلال السعودي إلى الرياض وخرجت الصحيفة بعنوان قالت فيه الهلال يستقبل جوميز ويبعد بن شرقي وهتفت الجماهير باسم جوميز الذي أنهت دارة النادي التوقيع معه لمدة عامين مقبلين مع افضلية التجديد لعام ثالث ورجح مصدر رسمي داخل الهلال إمكانية مشاركة اللاعب في لقاء الفريق أمام الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي في ظل جاهزيته من جهة أخرى يبدأ وكيل عمال المغربي أشرف بن شرقي محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم يبدأ البحث عن عروض احترافية لموكله بعد أن قررت دارة نادي الهلال وضعه في قائمة الاستثمار من السعودية مشاهدين إلى قطر والتي أبرزت صحفتها وصول بعثة الفريق الأول بنادي استدل العاصمة الإيرانية طهران مساء أمس استعدادا لمواجهة الاستقلال الإيراني المرتقبة التي ستقام مساء يوم غد الاثنين على استاد أزادي ضمن جولة الذهاب لدوري ربع نهائي لبطولة دورية أبطال آسيا 2018 صحفة الراية تابعت في عنوان قالت فيه الزعيم وصل طهران لمواجهة الاستقلال بدوري الأبطال وتشهد قائمة الزعيم غياب المدافع إبراهيم ماجد بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية هذا ومن المنتظر أن يخوض الفريق ميرانه الأخير استعدادا للمباراة مساء اليوم على استاد أزادي مستضيف اللقاء والذي سيضع خلالها البرتغالي بيريرا لمساته الأخير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والخطة المناسبة التي تمكنه من تحقيق الفوز والعودة من إيران بنتيجة مريحة تسهل مهمته في جولة الإياب وتساعد على مواصلة المشوار بالبطولة القارية بنجاح موسيقى وفي الكويت تعود عجلة الدور الممتاز لكرة القدم للدوران مجددا اليوم للموسم الجديد 2018-2019 بإقامة ثلاث مواجهات تجمع حامل اللقب نادي الكويت مع التضامن على ملعب الأخير بالفروانية والسالمية مع الشباب على ملعب الأخير بالأحمدي فيما يحل كاظم ضيفا على الجهراء بستاذ مبارك العيار وتستكمل بقية المرحلة غدا بلقاء العربي مع القادسية على استاذ صباح السالم فيما يصديب النصر فريق لفححيل في لجليب صحيفة القبس أبرزت الانطلاق المرتقبة في عنوان جاء فيه الأبيض يبدأ الدفاع عن لقبه أمام التضامن حيث سيبدأ حامل اللقب نادي الكويت رحلة الدفاع عن لقب الدور المتوج به في الموسمين الأخيرين وفي نفس الوقت استعادة توازنه على حساب التضامن وذلك بعد أن تعرض لهزيمتين في مستهل مشواره في الموسم الحالي أمام الإسماعيل المصري في دهاب دور 32 من كاس العرب لأندية الأبطال بهدفين دون رد وأمام القادسية في مباراة السوبر بهدفين مقابل هدف واحد مما وضع الجهاز الفني ومدربه الفرسي هوبر فيلود في موقف حرج وهو مطالب بالعودة سريعا إلى سكة الانتصارات خاصة أن الفريق يضم كتيبة مميزة من اللاعب يبدو أن جمهور فريق فنر بخش التركي يسعى لمساعدة إدارة نادي على التخلص من اللاعب المغربي نبيل درار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وبيع عقده إلى أحد الأندية لعدم رغبتهم في استمراره رفقة المجموعة خلال الموسم الجديد حيث أطلق الأنصار حملة عبر مواقع أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر للترويج لاسم اللاعب لدى الأندية العربية عامة والخليجية خاصة صحبة هسبوت رصدت ما يدور لتكتب في عنوانها جمهور فنر بخش يسوق درار للفرق العربية يعتمد على ترجمة جوجل للتخلص منه والطر أن صار فريق فنر بخش التركي إلى الاستعانة بترجمة جوجل للغة العربية من أجل الترويج لاسم اللاعب المغربي نبيل درار والتعريف بمميزاته وإمكانياته الكروية بحثا عن فرق تخلصهم منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد عودته إلى تداريب المجموعة بعد نهاية العطلة إذ يفضل أغلبهم رحيل عن الفريق رفقة زميره المغربي عاطف شحشوح ومن الصحافة العربية نذهب بكم إلى جولتنا الأخيرة والعالمية نبدأها من عالم الكالتشو فقد عاد نابولي من بعيد ليحقق ريمونتادا جديد على حساب ميلان ليحصد ثلاث نقاط غالية بالأسبوع الثاني من الدور الإيطالي والفوز بثلاثة هداف مقابل هدفين على ملعب سان فاولو مساء الأمس صحيفة لا ريبلوبليكا تغنت بعودة أمراء الجنوب لتبين أسباب الانتصار في عنوان قالت فيه العودة والشخصية لقد وصل الزمن أنشلوتي لنابولي حيث أظهر رجال المدرب المخضرم كارلو أنشلوتي رغبة كبيرة في عدم الاستسلام والإبقاء على الاعتقاد في فرصه ومواصلة القتال بقوة ليخطفوا ثلاث نقاط ثمين الصحيفة وصفت أنشلوتي بالمعلم القاسي بعدما أوهمت الميدو قاتوزو بالتقدم قبل أن يتفوق عليه ورفع نبولي رصيد بهذا الانتصار المهم إلى ست نقاط يلتحق بيوفينتوس في الصدارة فيما بقي رصيد ميلان خاليا من أي نقطة علما بأن هذه هي مباراته الأولى هذا الموسم نظرا لتأجيل مواجهته مع جنوى بسبب انهيار جسر في المدينة أودى بحياته أكثر من أربعين شخص من الكالتشو إلى عالم لبريمر ليك فقد قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه لبربون نحو صدارة الدوري بعد الفوز على برايتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الآن فيلطن الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزية صحيفة السندي تايمز تغنت بتألق صلاح فعنونت بقولها إنها فقط تحتاج لمحمد وذكرت الصحيفة أن هدف النجم المصري محمد صلاح لعب ليفربون منح الأخير صدارة الدوري الإنجليزي بعد غياب سنتين عن الصدارة وأضافت الصحيفة أن هدف صلاح منح ليفربون انطلاقة قوية في الدوري بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي دون استقبال أي هدف من جانبه فجر ويلفر هامتون مفاجأة بتعادله مع ضيفه منشستر سيتي حامل اللقب واحد واحد في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز صحيفة السن أعزت التعادل إلى الهدف المثير الذي أحرزه لفولي في مرمى سيتزينز لتخرج بعنوان قالت فيها لمسة يد وذكرت الصحيفة أن لمسة يد صنعت الفارق فكان دياب والبر هامتون أول من يعطلون منشستر سيتي بتعادل هذا الموسم التعادل حرم السيتي من تحقيق ما لم يتحقق من قبل بأن يحقق حامل اللقب الفوز بأول ثلاث مباريات متتالية في الدوري ويخرج والبر هامتون بتعادل جديد بعد تعادل في دور الستة عشر من كاس إنجلترا في الموسم الماضي وأخيرا مشاهدين إلى عالم الليغة حيث حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا صعبا على بلد الوليد خارج أرضه بواحد صفر في المباراة التي جمعتهما على ملعب خوسي زوريا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني صحيفة السبوت أشارت إلى صانع انتصار لبلوغرانا لتعنون بقولها الحاسم ديمبلي حيث أنقذت قذيفة الفرنسي عثمان ديمبلي فريقه برشلونة من فخ بلد الوليد ليمنح البرسا نقاط المباراة تحدثت السبوت أيضا عن سوء أرضية الملعب الذي أقيم عليه مباراة برشلونة ضد بلد الوليد وقالت أنه بالرغم من أرضية اللعب الكارثية أو الملعب الكارثية إلى أن البرشلوني ديمبلي منح البرسا هدف الفوز وأضافت الصحيفة أيضا أنه بعد الرجوع لتقنية البار ألغي هدف الفريق المستضيف في الوقت بدل الضائع بدعوى التسلل إذن هذه كانت زميلة خالد بعض الأخبار المختلفة في فقرتنا لهذا اليوم من عالم الصحافة بكل تأكيد حاولنا أن نأخذ أبرز الأخبار من كل الصحف سواء كان المحلية والعربية والعالمية نعود بكم مجددا وأكيد هناك فقرات متبقية في الحدث شكرا لك أيمن الفجراني وعلى عنامين الصحافة نحن نستكمل أكيد الحدث مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي نأخذ بعض التغريدات وبعض الأخبار وبعض التصريحات والبداية من المملكة العربية السعودية إشادة طبعا من الأخطبوط وأسطورة الحراسة السعودية الكابتن محمد الدعيع بسامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وغرد قائلا عندما يترأس نادي كالهلال رجل بعقلية أخي وزميل سامي الجابر لاعبا أمتع السعوديين إداريا احترمه الخصوم ومدربا رغم تجربته القصيرة نجح الآن كرئيس للهلال وبعقليته نفتخر فيه طبعا إشادة لرئيس النادي اللي بدأ طبعا كلاعب بعد ذلك تحول كمدرب وحاليا طبعا هو رئيس لمجلس إدارة نادي الهلال حتى وإن لم يحقق النجاح المذكور في مسألة في الجانب التدريبي إلى الإيطاليا فوز ثاني بالنسبة لسيدة العجوز جوفنتوس كريستانو رونالدو طبعا غرد فرحا طبعا بالفوز ست نقاط من مباراتين وبالتالي كانت تغريرة رونالدو نصر مهم آخر برافو يا شباب ورونالدو بالأمس مباراة ثانية أيضا صام عن التسجيل لكن من المؤكد أن يعود وعودة رونالدو دائما ما تكون قوية إلى أسبانيا سيرجيو راموس طبعا وأبدأ طبعا استعدادة لمواجهة جيرونا مساء اليوم المباراة الساعة 12 وربع ويعني الصورة كيد معبرة هدوء اليوم سوف يلعب ريال مدريد بيكيه البرشلوني وأكمل طبعا ثلاثمائة مباراة بالدوري الإسباني ونشر صورة طبعا وأشار إلى الرقم ثلاثمائة إلى فقرة ميلاد لاعب حيث شهد شهر أغسطس ولادة العديد من النجوم الذين سطروا تاريخا مليئا بالبطولات والإنجازات في عالم المستدير كولين كاظم أحد أبرز هؤلاء الذين ولدوا في مثل هذا اليوم دعونا نتعرف عليه ثم ريتشارد يعد أحد أشهر لاعبين كرة القدم الأتراك ولد في عاصمة الضباب لندن في السادس والعشرين من أغسطس من عام 1986 مسيرته الاقترافية بدأت مع نادي كوينز بارك رينجرز عام 1997 وبعدها بعام واحد انتقل للعب مع نادي أرسنال وحقق كولين كاظم عدة بطولات مع الأندية التي لعب معها ومن أبرزها لقب السوبر التركي مرتين الأولى مع نادي فنر بخشة والثانية أثناء تواجده في صفوف قلط سرأي إلى فقرة دهشة والحديث سيكون من عن نادي أرجنتينيوس جونيورز النادي الذي طبعا انطلق ونشأ فيه اللاعب أو أسطورة كرة القدم ديجو مارادونا النادي أراد تغيير مسمى الملعب إلى أوتو كريديت ديجو مارادونا فماذا كانت ردة فعل الجمهور شاهد موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النجم الأسطوري وأفضل من لمس كرة القدم الجزء الأخير من الحدث اليوم كالعادة مع عدسة الحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طاقة معمال برنامج الحدث إلى اللقاء اشتركوا في القناة